اشتركوا في القناة الحرس الوطني شكل ركن أساسيا في دعم هذه المؤسسة الوطنية الشامخة والوصول بها إلى مستويات متقدمة في القدرات القتالية ورفضها بأحدث المنظومات العسكرية منذ تأسيسه عام 1997 وعلى مدى 27 عاما استطاع الحرس الوطني أن يؤدي دوره والمهام المناطة به والتي حددها المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2000 بأعلى درجات الكفاءة حيث نص المرسوم على أن الحرس الوطني قوة عسكرية نظامية مسلحة مستقلة ويعتبر الحرس الوطني عمقا عسكريا لقوة دفاع البحرين ودرعا أمنيا لقوات الأمن العام في الدفاع عن الوطن وحمايته والمحافظة على أمنه وسلامة أراضيه وخلال هذه العقود التي مضت شهد الحرس الوطني في ظل الرعاية الملكية السامية من لدن جلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة تطورا كبيرا في مستويات الكفاءة والخبرة والجاهزية عبر تبنيه وتنفيذه لعدد من الخطط الاستراتيجية الخمسية ويجري الحرس الوطني بصفة مستمرة اختبارات للتأكد من استعداد القوات القتالية والإدارية وتجهيز جميع تشكيلاتها بأحدث الأسلحة والآليات المتطورة ليكونوا على أتم الاستعداد لحماية الوطن كما يحرص الحرس الوطني على تدعم علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة من خلال التدريبات المشتركة وتبادل الزيارات وتوقيع بروتوكولات التعاون كما عمل الحرس الوطني على تفعيل دوره الإنساني إلى جانب واجباته العسكرية من خلال مساهمته في العديد من الأعمال التنموية في المجتمع عبر العديد من القنوات ويؤدي الحرس الوطني دورا واضحا في تفعيل أوجه الشراكة المجتمعية من خلال إقامة العديد من الأنشطة الاجتماعية كما ينظم الحرس الوطني العديد من البطولات الرياضية إن الحرس الوطني كان وسيظل أحد أبرز المؤسسات الوطنية القادرة على حماية الوطن كلما دعا الواجب الوطني لذلك من خلال قوة عسكرية وأمنية ومنظومة متكاملة تشارك في حماية الوطن وصون استقراره والحفاظ على منجزاته التنموية